قصة الأمير وقصة الطبيب إلى قصة الطبنجة الطبنجة اللي اختفت بقدرة آدر في إحدى المراسونات وإحدى السباقات كانت طلقت البداية من إحدى الطبنجات الذي أطلقها المحافظ وأطلقها وكيل الوزارة في إحدى المحافظات وبعد أن أطلقوا صافرة البداية أو طلقت البداية من الطبنجة أعطيت إلى أحد القيادات في هذه المديرية وبعد ما انتهى الماراثون أين الطبنجة اختفت الطبنجة فين الطبانجة مش لقيين الطبانجة يا عم فين الطبانجة اللي أخد الطبانجة قال مش معايا وانقلبت الدنيا رأسا على عقب يبحثون عن الطبانجة أين المسدس أنا اللي خدت المسدس لا مش انت اللي أخد المسدس روح ببيته نسي أن هناك بعض الكاميرات التي رصدت هذه اللقطة وطبعا مش هينفع نعرضها لحساسية الموقف موقف غريب وفجأة بعدما انقلبت الدنيا رأسا على عقب قام بالاتصال بأحد أصدقائه وقال له تعالى خد المسدس وقول ان انت خدت وروحت بيه وانسيته معك الأمر الذي لم يدخل على القيادة العليا في هذه الوزارة وقال له قل لي الحقيقة قاله الحقيقة 1-2-3-4 جاب المسؤول والقيادة التانية وقال له ادي اللي حصل لم ينكر واعترف والسؤال مين اللي أخد المسدس والإجابة في بطن الشعر اشتركوا في القناة